السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعاً في بداية الفيديو حابب بس هيك أحكي ملاحظة صغيرة وهي أنه متل ما بتعرفوا أنا ما بستخدم لا عنوين كاذبة ولا رنانة ولا عنوين غير مرتبطة بالمواضيع أنا ما نقول لكم المعلومات المفيدة بشكل مختصر مفيد دقيق معلومة بتعوب عليها أنا بجمع المعلومات بكتبة بفحصة بحفظة بالمنتجة أيضاً بحط لكم المعلومات المفيدة فحابة اشتغل بطريقة فعالة بنفس الوقت لوصلكم المعلومات المفيدة اسلوبي قد يكون مختلف عن الآخر ولكن مع الأسف هذا الشيء يمكن صار في الفترة الأخيرة يضر القناة أكتر ما ينفع لأنه كوني ما عابب بلجأ لهيك أساليب يعني عابب تضيع المعلومات وما عابب تصل لكل الناس أنا بحابب يصل الفيديو لكل الناس لتستفيد من المعلومات الموجودة فيه وإن كنت لا أضع دائماً العنوين الرناني أو كل المواضيع البحكية في الفيديو فمشاهدت الفيديو من البداية حتى النهاية حتى قد يكون بين طياته معلومات مفيدة للجميع والآن نبدأ بالمعلومات الجيش الألماني أنهى استعداداته لإجلاء الرعاية الألمان الموجودة في لبنان كما نعلم حركة الطيران لشركة لفتانزا متوقفة إلى لبنان إلى العراق إلى المنطقة كاملة منذ عدة أيام وقد يتم تمديدها الآن لمدة يومين ثم لمدة أسبوع وقد تمدد لفترة أطول ووزارة الخارجية الألمانية أوصفاتي قامت طلبت في وقت سابق الرعاية الألمان بمغادرة لبنان مباشرة طالما أن ذلك ممكناً ووزير الدفاع الألماني بوغس بستويوس حتى طالب الرعاية الألمان بذلك على ما يبدو أنه الأصبح الآن الوضع أصعب ولذلك فإن الجيش الألماني أنهى استعداداته لإجلاء الرعاية الألمان من لبنان القاعدة الجوية الألمانية في فونستوف بالقرب من هنوفا عاصمة مقاطعة نيدا زاكسن أنهى استعداداته لعدة طائرات نقل عسكرية من نوع A400M بيستخدمات الجيش الألماني أنهى كل الاستعدادات لبدء بإجلاء الرعاية الألمان بانتظار أن تقوم الحكومة الألمانية بإعطاء أوامرها لبدء الإجلاء أيضاً تم وضع كل الخطط لإجلاء الرعاية الألمان أيضاً عن طريق آخر وهو الطريق البحري عن طريق الباخرة الحربية الألمانية الموجودة حالياً في البحر الأحمر أيضاً كاحتمال ثاني ممكن لنقل الرعاية الألمان في حالة تم إعطاء الأوامر ببدء بنقل الرعاية الألمان وإجلائهم من لبنان الخطط الموضوع هي على الشكل التالي طائرة النقل العسكرية هذه قادرة على حمل 116 شخص فلذلك تم تجهيز عدة طائرات والمتوقع أن عدد المسجلين في القائمة التابعة لوزارة الخارجية الرعاية الألمان الموجودين في لبنان يعني كل من يحمل الجنسية الألمانية واعتبر مواطن ألماني ومن هون أيضاً بتشوف أهمية أنه تكون مواطن ألماني كيف يعني دائماً في الأزمات بيتم يعني بضع أقصى أنواع الاحتماد لدرجة أنه الجيش يشاهم في إجلاء وإخلاء الرعاية الألمان لإنقاذهم ففي هذه الحالة المتوقع أنه عدد الأشخاص اللي بيحنوا الجنسية الألمانية وجديه في لبنان 2100 شخص ولم يتم إجلاؤهم بعد فلذلك الطائرة لنا بتتحمل حوالي 116 شخص ممكن فالخطة ستكون على الشكل التالي بأن يتم نقل الرعاية الألمان من لبنان إلى قبرص جيئة وزهاباً على ما يبدو يعني رح يتم إخلاؤهم وإخراجهم من لبنان بشكل سريع في حال تم إعطال أومر طبعاً على هذا الشكل ومن قبرص قد يتم بعدها نقلهم يعني عبر الخطوط الجوية العادية إلى ألمانيا أيضاً الاحتمال الثاني إذا لم تتمكن ألمانيا من إخراج رعاياها من لبنان عن طريق الطريق الجوي لأي سبب كان قد يتم أيضاً وضع خطط بديلة أيضاً عن طريق البحري أيضاً لمحاولة إجلاء الرعاية الألمان في حال يعني كان هناك لزوم لذلك طبعاً نحن بنعرف أنه كتير يعني فترة الصيف ممكن كتير ناس كن نازلين يعني حتى من يحمل الجنسية الألمانية أو من الإخوة اللبنانيين أو موجود في لبنان فالأمور يعني أصبحت جدية في كل أحوال الجيش الألماني أصبح جاهزاً لإخلاء الرعاية الألمان وبانتظار الأوامر فقط وفي كل مرة شاهدنا عدة مرات يعني كيف الجيش الألماني دائماً حين بتعاون مع دول أوروبية أخرى طبعاً كمان بيتم دائماً إخراج الرعاية الألمان ومن هنا تأتي أهمية أيضاً الجنسية الألمانية خارج ألمانيا أنه في حال هدوث أي طريق تحصل على مساعدة من الحكومة الألمانية في الموضوع التالي صفقة تبادل المحتجزين بين روسيا والدول الغربية الأوروبية وأمريكا بشكل خاص كما نعلم تمت قبل عدة أيام ووصفت بأنها ناجحة بالنسبة لألمانيا بنعرف أن المستشار اللعب دور كبير أيضاً في ذلك أحد الأشخاص الألمان اللي تم أيضاً إخلاء سبيلهم ونقلوا إلى ألمانيا من هامبورغ شخص تحدث عن معلومات عن احتجازه ومعلومات هامة جداً ودقيقة نحن نتعرف عليها الآن بشكل سريع ومختصر ومفيد تحدث عن فترة احتجازه شخص ألماني ألقي القبض عليه في روسيا كان معه على ما يبدو جومي باخن في حشيش أو هيك فتم القبض عليه الفكرة أنه هي جريمة مدنية بينما تم المبادلة عليهم نعرف أنه كانوا يعني رجال في المخابرات الروسية أو جواسيس أو 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 فبدلاً منهم تم إخلاء ناس مدنيين مثل هذا الشخص مثلاً تم إلقاء القبض عليه كان مهدد بأن يحكم عليه بسجن لمدة سبع سنوات في روسيا وقضى فترة من الزمن في السجن هناك في روسيا وتحدث عن بعض الأشياء منها عن طبيعة سير اليوم هناك وطبيعة الطعام المقدم لا توجبات هي دائماً نفسه المكان غير مريح طبعاً ونقطتين حابب أذكرهم النقطة الأولى عرض عليه أن يذهب ليقاتل معهم على الجبهة يعني ضد أوكرانيا لمدة سنة فيعفى من جريمته أو من العقوبة يعني فيما لو صدر الحكم بحقه بدلاً من السجن لمدة سبع سنوات مثلاً أن يقاتل لمدة سنة معهم على الجبهة هذا الاحتمال الأول أو النقطة الأولى النقطة الثانية التي تحدث عنها أيضاً هي أنه وصف الشعب الروسي بأنه شعب طيب جداً جداً أن السياسة الخارجية أو الرئاسية قد لا تعكس يعني أيضاً طبيعة الشعب الروسي وقال أنه يعني المساجين اللي معه كانوا طبعاً في السجن من المواطنين الروس فهو بتبار كان ألماني وحيد هناك محتجز زماله أهل فكانوا أهالي المحتجزين الآخرين معه في السجن بيزودوهم بالأشياء الهامة يعني فرشاية الأسنان الأشياء للتعقيم والتنظيف أو الزهاب إلى الحمام كل هذه الأشياء فقال أنهم يعني العائلات المحتجزين الآخرين ساعدوه أيضاً وزودوه هو أيضاً بكل هذه الأشياء فتحدث عن طيبة الشعب الروسي أيضاً بشكل كبير وهو يعني أظهر ذلك بشكل واضح وصريح بنعرف أنه نحن هنا في عنا حرية رأي فممكن الشخص يعني يتحدث عن هذه الأشياء حتى لو كان في حال توتر وتحسس يعني كما نعلم سياسياً أو جيوسياسياً في أوروبا أو بين ألمانيا وروسيا بنفس الوقت يعني وصل إلى أرض المطار وكان في استقباله المساشر الألماني ولاف شولت شخصياً مرة أخرى وبكل بساطة يعني قال أنه أنا ذكرت يعني أو ذكرت حتى الجملة أنه بلهجة أهل هامبورغ أنه صباح الخير بمعنى أنه بشكل بسيط جداً يعني حتى شكر المستشار الألماني كرئيس الحكومة الألمانية على أيضاً إخراجي وقال لم أعرف بعملية التبادل حتى آخر لحظة عندما كان موجود في الطائرة كان يعتقد أنه قد يتم نقله إلى أماكن أخرى ربما إلى سيبيريا أو إلى أي مكان آخر يعني فيه عقوبة له في اللحظات الأخيرة عارفة بذلك يعني قبل أن يصل حتى إلى ألمانيا فهي المعلومات التي أدل بها الفكرة أنه الانتقاد المقدم أنه ألمانيا اضطرت للمبادلة على أشخاص مرتكبين مثلاً خلنا نقول جرائم مدنية مع مقابل ناس قاموا ارتكاب جرائم بتكليف مثلاً من المخابرات أو التجسس فهذا هو الضغط فالفكرة الخوف هي أو الضغط على الحكومة الألمانية أو الانتقاد أنه في كل مرة يستطيعون مثلاً قيام بهكذا أشياء وبعدها مبادلتهم على أشخاص مدنيين قاموا بارتكاب جرائم مدنية فبالتالي يعني فيمكن بذلك يعني تركيع ألمانيا أو الدول الغربية ليش؟ لأنه حتى المواطن العادي لقاب بارتكاب هكذا مخالفة قانونية في روسيا طبعاً لكل دولة لها قوانين وها يعني في ألمانيا على الكمية بتاعفتها حتى سمحوا عنها يعني لا تشكل أي مشكلة فأنه حتى المواطنين المدنيين بهذا الشكل لهم أهمية كبيرة جداً ويتم مبادلتهم حتى على أشخاص يعني ثابت عليهم مثلاً القتل وبتكليف من المخابرات الروسية مثلاً النقطة التالية كما نعلم أنه تم الاتفاق بين ألمانيا وأمريكا أن يتم تنصيب صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا بعد عام 2026 منها صواريخ توماهوك وأيضاً صواريخ فرط صوتية كما نعلم هي قيدة تطوير حالياً ولكن ستدخل الخدمة وسيتم تنصيبها في ألمانيا فهذا الموضوع أيضاً حتى كتن الحبال بتاع بوالقناعة بيسألوني أنه ليش وافأت ألمانيا ليش ألمانيا تحديداً يعني وكأنها تابعة للولايات المتحدة الأمريكية أن ترضى بها كذا خطوة ففي عنا الآن أيضاً معلومات عسكرية هامة جداً من أحد الخبراء العسكريين حول عدة نقاط وموضوع الصواريخ وتنصيب الصواريخ ولكن بالمختصر مفيد يمكن القول أنه من حيث للمبدأ السبب الرئيسي أن بريطانيا وفرنسا هي الدول النووية وقادرة على حماية نفسها وتحقيق توازن الرعب لأنها أيضاً دول مسلحة نووياً ولكن ألمانيا كما نعلم لا تملك السلاح النووي وبالتالي فهي بحاجة للولايات المتحدة الأمريكية لإعطائها هذا الغطاء أيضاً لحماية ألمانيا على الأقل هي من وجهة النظر الاستراتيجية وليست سياسية بريطانيا وفرنسا دول أيضاً عظمة دول نووية مسلحة نووياً ألمانيا ليست كذلك فهي بحاجة للحماية الأمريكية أما رأي أحد الخبراء العسكريين في موضوع تنصيب الصواريخ الآن حتى في ألمانيا الخبير العسكري أليكساندا كوفالينكو تم اعتبار أن تنصيب هذه الصواريخ في ألمانيا لها أهمية استراتيجية كبيرة وأن روسيا غير قادرة على إسقاط معظم الصواريخ الغربية المعلومات العسكرية تتحدث أن الدفاعات الجوية الغربية وخاصة نظام باتريوت قادر على إسقاط معظم إن لم يكن جميع الصواريخ الروسية سواء التي تم تنصيبها في مطقة كالينجراد لصواريخ اسكندر أو في مناطق أخرى الصواريخ البعايدة المدى السلاح الغربي فعال بشكل أكبر وقادر على إسقاط معظم الصواريخ بينما العكس ليس صحيح فتم اعتبار أنه لو قامت الدول الغربية أو الأسلحة الغربية بالقصف في العمق الروسي فإن الدفاعات الجوية أو المضادة الروسية قد لا تكون قادرة على إسقاطها جميعا أي أن السلاح الغربي أكثر فعالية من السلاح الروسي على الأقل حسب وجهة نظر الخبراء العسكريين الآن في هذا المجال فلذلك تنصيب الصواريخ أيضا في ألمانيا سيكون له أهمية سراتيجية كبيرة لحماية ألمانيا هذه المظلة الأمريكية في الموضوع التالي موضوع ذكر جنسية الفاعل في ألمانيا عندما يتم ارتكاب جريمة هذا الموضوع نقشته في فيديو سابق معكم بالتفصيل الممل وكما نعلم أن مقاطعة نوع دغين بس فعلا تحديدا صدر التعليمات للجهاز الشرطة الألمانية هناك بأنهم في المؤتمرات الصحفية للشرطة عقب أي جريمة من هذا النوع يتم الإفساح أو التعليمات كانت أن يتم الإفساح عن جنسية الفاعل الألم وقسم على نفسه كما نعلم البعض لا يذكر البعض يذكر البعض يتعرض للضغوطات فيذكر لاحقا فهذا الموضوع شائق جدا في ألمانيا الصحفيين غير راغبين بذلك وخاصة المحترفين الشرطة عادة لا تريد الوسائل الألم الرسمية أحيانا الممول من الدولة لا تذكر ذلك وتتعرض للضغط لماذا تقومون بإخفاء جنسية الفاعل للتغطية على موضوع المهاجرين مثلا أو لنسبة الجرائم في ألمانيا هذا النقاش شائق جدا والآن أحد الأحزاب الحاكمة السكرتير العام لحزب الـ FDP وفي وسط الخلاف بينهم الآن وبين حزب الـ SPD ونعرف أنه الأكثر ميولا كسياسة مع الأجانب والمهاجرين واللاجئين هو حزب الخضر يمكن أنا التصنيفه يعني مجال نظري الشخصية وبعدها حزب الـ SPD وحزب الـ FDP بشكل أقل يعني هذا هو الترتيب فحزب الـ FDP الآن السكرتير العام له بجاند جير سراي قال أو طالب بأن يتم الإفساح دائما عن جنسية مرتكبية الجرائم في ألمانيا بشكل علني القرار والتعليم مثلا التعليمات اللي مقاطعة تنظر عن بس فعن يتم ذكر جنسية الفاعل حتى لو كان يعني أو بمعنى أنه حتى المواطن الألماني سواء أجنبي أو ألماني أن يتم ذكر جنسية الفاعل فالآن المطالبة هي أن في جميع المقاطعات الألمانية أن يتم دائما ذكر جنسية الفاعل من وجهة نظره يعني أن نوت فنكت خانس بغينس شاف أن هذا يسمح بالشفافية يعني أيضا في ذكر جنسية الفاعل وأن يكون ذلك على مستوى المقاطعات كاملة ولكن أنا بحثت بشكل دقيق في هذا الموضوع أنه ما أهمية ذكر فعلا جنسية الفاعل حسب الخبراء الاجتماعيين في علم الجريمة فإن ارتكاب الجرائم مرتبط بسلاسة عوامر رئيسية ليس لها علاقة بجنسية أو دين الفاعل النقطة الأولى هي البيئة الاجتماعية البيئة الاجتماعية أو العام الأول هو البيئة الاجتماعية التي ينحدر منها الشخص والطريقة التي يعني عاش فيها تلعب دور كبير في احتمالية أن يقوم بارتكاب الجريمة أم لا ثانيا جنس الفاعل يعني ذكر أو أنسى على الأغلب طبعا الذكور أكثر ارتكاب الجرائم من الإناس والنقطة الثالثة أيضا العمر يعني الأصغر بالعمر عادة قد يكون احتمالية أن يقوم بارتكاب الجريمة أكبر من الكبار في العمر فالعوامل الرئيسية علميا واجتماعيا وفي علم الجريمة هذه هي العوامل التي تلعب دور في ارتكاب الجريمة وليس جنسية الفاعل من أي دولة من أي قومية من أي دين من أي عرق من أي مكان لا يلعب ذلك الدور في ارتكاب الجريمة ولكن لماذا يتم المطالبة بذلك؟ لأن الإحصاءات الأخيرة في ألمانيا أظهرت أن تقريبا نصف الجرائم المرتكبة في ألمانيا هي من المهاجرين أو من خلفية مهاجرة من المهاجرين تحديدا أو الأجانب فكنسبة وتناسب ولكن عددهم ليس نصف سكان ألمانيا العقل بذلك بكثير فبالتالي تمت اعتبار أن النسبة هي عالية جدا وبالتالي أن هناك ميول أكبر يعني حسب هذه الأرقام من قبل الأجانب لارتكاب الجرائم في ألمانيا ذلك عبيتهم المطالبة بالإفصاح عن جنسية الفاعل ولكن ما هي نتيجة تم الإفصاح عن جنسية الفاعل بشكل علاني من قبل الشرطة وتسجيل ذلك ألميا وفي يعني ما أهمية ذلك يعني هل طب شو علاقة الجنسية أو الجالية اللي بالأخرى يعني اللي كانت حسب مثلا من البلد أو من ديانة هذا الشخص يعني هل يلعب ذلك دور علميا لا فهي المعلومات المتعوفرة الآن ويك بكون قدمت لكم معلومات مفيدة متعوب عليها وبشكل مختصر ومفيد بحيث أن تصل مع المعلومة بشكل بسيط لكل أحبال بتاعبوا القناة تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته